اشتركوا في القناة وفاعل الأمانة العامة لمجلس التعاون في تطوير مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجال الأمني ومتابعة تنفيذ قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون الأمني بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك من جهته أكد الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف اعتزازه بلقاء معالي وزير الداخلية مشيدا بجهود وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن والاستقرار في كافة ربوع مملكة البحرين